مدرب أحمد عايزي رأيك في جوز والدو بريلا المدير الفاني نادي الزمالك زي مامو مسمين اي بقى البروفيسير طبعا انا بيعجبني شخصية مدرب ده اول حاجة الجراء اللي موجود فيها هو فيه من مالو الجوزي شوي مالو الجوزي برضو كان جريء يعني مالو الجوزي برضو في عز ما كان فيه دفندرين جامدين جدا في نادي الاهلي اللي هو حسن مصطفى وشوئي اتفرق على ماتش في ناشين راح مطلع عصام عشرون بلعب الاطلاع مدرب عنده جراء انا فاكر مالو الجوزي في 2001 ماتش ريان مادريد فاكر ماتش ريان مادريد ده فاكا لعينا عادل مصطفى بيلعب عادل وشيتوس ها بقولك احنا السنة دي خدنا بتوت افريكا متوسط عمار ريكا كام صغير اعطاكت 19 سنة ونص ها بقولك انا فاكر تشكيل تشكيل كان اعسام الحضري العقاب طبعا كابتن هادي خشبة احمد السيد وقى الجمعة ابو المجد ابو مسلم نص الملعب جودة لابريم كان موف لابريم توقف في المارش بتاع الترجب لالجون اللي جابه السيد جودة وصندي جودة وصندي وسيد عبد الحفيز وعلي ماهر كمين عالشمال مهمة ثلاثة في نص الملعب علي ماهر وفاروق فرودين مهمة عارف اعمرنا كتادي انا كان انا عندي انا عندي هاتم لسه 20 سنة مهمة ابو سلم 19 مهمة صندي كان عنده عظر مني مهمة 18 سنة 19 سنة فاروق 23 سنة بص مستقبل فرقة كلها ظهر انت بتقول لي انه فريلة في من منور جوزي في ايه بقى السفات بص اول حاجة اول حاجة بتتميز اي مدير فني عن قد تاني القوت شخصية وصياطرها عن نجوم مهمة بصنا بيكون بتمرم فرقة كبيرة زي اهل الزماني مهمة 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 كله احسس ان انا الاساسي انا النجم انا النجم هو فريرة لغى فكرة النجم الاوحد اللي كان لغيها جوزيه مهمة وكان على طول جوزيك اللي ميته معانا على طول يقولها لنا مهمة يقول لك النجم هو الفريق مهمة مهمة معنش حاجة كيف مهمة مهمة اوص Ny ايه مهمة مهمة فみたい لا مهمة canned بيكلم بواقايا جدا راجل بيلعب بواقايا جدا على القماش باللي عنده على راجل جي بيدير ازمة ركز في الكلمة دي كريم ان هو بيدير ازمة يعني اوعاาน مش جي الدناة مش بالنسبه له وردي واحد جلقه، اقاف قيد. تنة اربعة لخمسة لعيبة من عنده بيمشوا أساس الفرقة، يهدوا أي فرقة. فالرجل يشتغل على كده فديد تحساب له ان هو يشتغل طلع ناشئين. بنشرق ماشي في وسط المعمعة دي بتاعت الدوري. رحمة طلق عادي جدا وبيكسب عادي وطلع ناشئين ووظف واحد في الحتة دي. اتطور من الأداء الناس كتير جدا. زي امام عشور. خلى امام يعني من القليم في مصر جدا. انه رقم ستة يلعب بوكس تو بوكس زي امام عشور. بيعملها نموذجية. فانا بيعجبني الشخصية دي ان هو واحد بيتهار مقدة اللعبة كويس. بيسيطر على اللعبة كويس. بيسيطر على قط اللبس كويس قوي مع عامير مرتضى. فده طبعا ده تحساب له.